وصلت مباحثاتكم مع البارتي في آخر اجتماع بينكما لم تتبين نتائجه للرأي العام نعم تحياتي لك ولي زميلتك في الستيديو ولمشاهدين قناة الفلوجة أهلا بك بعد اجتماع القمة اجتماع بين الرئيسين الرئيس الاتحاد الوطني الكولستاني بافل طالباني والسيد مسعود بارزاني باعتبار لم نصل إلى تفاهم وما زال الأبواب مفتوح أمام الديمقراطي وبقيت القوة السياسية من أجل وصول إلى التفاهم يعني كنا نطمح أن نصل إلى تفاهم لأن الاتحاد الوطني الكولستاني حريص على تعزيز وتطوير العلاقة مع الشركاء سواء في أقليم كولستان وحتى في العراق بشكل عام لأن نعتقد بأن التقارب والتفاهم هو طريق الأمثل يعني للوصول إلى التفاهم لذلك الديمقراطي شريكنا الستراتيجي في حكومة تقليم كردستان لدينا تاريخ مشترك لدينا نضال مشترك ولدينا نحن شركاء في برلمان وحكومة تقليم كردستان وحتى كنا شركاء في بغداد لذلك اللغة العقلانية والحوار العقلاني للوصول إلى التفاهم لأن جربنا جميع الوسائل معا من سنة 92 ولحد اليوم يعني من تفاهم إلى اختتال داخلي يعني الحل الأمثل وأفضل وسيلة هو الجلوس على طاولة الحوار والاتحاد الوطني كردستاني هذه رؤيته وهذه منهجية الراحل مام جلال الذي حاليا الرئيس بابل طلباني أيضا يمشي على خطى مام جلال والاتحاد الوطني كردستاني لم يزاحم الديمقراطي على مناصبه في الأقليم وإنما الديمقراطي بدأ بمنزاحمة الاتحاد على استحقاقاته حسب العراف السياسية في أقليم كردستان وحتى الاستحقات الانتخابية طيب يعني ربما قد أضمر البارتي ذهاب الاتحاد الوطني في 2018 منفردا بمرشح وحيد وتم انتخاب برهم صالح واليوم يبدو أن البارتي مصر على الذهاب بمرشحه لكن بطريقة معكوسة عن 2018 بترشيح سيد ريبر أحمد بديلا عن هوشار زيباري هل تتوقعون بأنه سيذهب منفردا أم باب التفاهمات لا يزال مفتوحا بعض الشيء قبل كل شيء الاتحاد الوطني الكردستاني لم يذهب منفردا إلى بغداد في سنة 2018 باعتبار الديمقراطي الكردستاني وضع مرشحا لمزاحمة الاتحاد الاتحاد الوطني الكردستاني حزب مستقل لا يقبل الإملاءات ولديه رؤى خاصة وهو حر من يختار منصب أو أي مسؤولية تعطى الاتحاد المجلس القيادي والرئيس بابل طلباني يقرر من يكون يشغل مسؤولية وفي نفس الوقت لم نتدخل عندما الديمقراطي الكردستاني وضع سيد شاخوان لنائب رئيس البرلمان وحتى رئيس أقليم كردستان وحتى رئيس الحكومة لم نتدخل في مرشحين الديمقراطي الكردستاني وتقديم السيد ريبر في هذه الوقت نحن لا نعول على مواقف مرشحين الديمقراطي ولا موقف السيد هوشار الزيباري ولا السيد ريبر لكن منذ البداية كنا نعتقد ونعتقد حاليا بأن نفتح باب الترشيح قانون رقم أربعة سنة 2022 من رئاسة البرلمان كان مخالف لقانون رقم ثمانية في سنة 2012 ثانيا لذلك بالأصل نحن نعتقد بأن فتح باب الترشيح هو كان غير قانوني وفي نفس الوقت تقديم مرشح بعد انتهاء هذه الفترة أيضا غير قانوني لذلك الاتحاد الوطني الكردستاني مرشحه والاتحاد الذي حضوث كبيرا كان وما زال مرشحنا لذلك حضوث كبيرا ونعتمد على خمس نقاط الذي نعتبرها نقاط قوة للاتحاد الوطني الكردستاني النقطة الهولى علاقة الاتحاد الوطني الكردستاني والرئيس برهم صالح مع بقية الكتل السياسية علاقة الطيبة الإيجابية سواء الكتل الصغيرة أو الكبيرة فهي علاقة ستراتيجية تأسست منذ زمن الرئيس الراحل مام جلال ونقطة ثانية الجولة الحالية للرئيس بابل طلباني في بغداد لا يقتصر هذه الجولة على طرف دون آخر أيضا سيكون دافع قوي وعامل قوة للاتحاد الوطني الكردستاني وسيكون فيه نتائج إيجابية والنقطة الثالثة أيضا علاقات الأقليمية والدولية والمواقف الوطنية والسياسية للدكتور برهم صالح والنقطة الرابعة أيضا الفضاء الوطني الذي يعول عليه دائما الاتحاد الوطني باعتبار كل مواقف الاتحاد يعني لهذه النقاط والرؤساء الدورات الأربعة مام جلال وبعدها مام جلال والدكتور فواد وإلى السؤال هو وإلى الدكتور برهم صالح عمله في الفضاء الوطني نعم أضر المقاطعة لكن اليوم أنتم مصرون على ترشح سيد برهم صالح في المقابل الحزب الديمقراطي الكردستاني أيضا مصر على مرشحه ما يرجوه الحزب الديمقراطي الكردستاني بأنه نعم سنذهب منفردين إلى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لكن هو يدعوكم لعدم المقاطعة يعني عدم الانسحاب من الجلسة يعني باعتقادي هناك نقاط أو هناك أجواء أجبرت الجميع إلى العودة والجلوس إلى طاولة الحوار أو فتح باب الحوار مرة أخرى يعني أولا يعني قرار المحكمة الاتحادية بخصوص تفسير جلسة انتخاب رئيس الجمهورية باعتبار أي طرف أو أطراف المتحالفة لا يستطعون إكمال النصاب دون الأطراف الأخرى هذه وحدة وبعدها جاء تغريدة السيد مغتد الصدر وبعدها مقاطعة بعض الكتل السياسية لجلسة البرلمان وبعد ذلك أيضا يعني يعني في استبعاد السيد شارل زيباري هذا التطورات جميعها تصب في صالح الكتل السياسية لعودة إلى لغة الحوار والتفاهم والجلوس على طاولة الحوار وفي نفس الوقت هناك نقطة تجمعنا مع الديمقراطي علينا أن نجلس سبب هو انتخابات القادمة في أقليم كردستان يعني بعد أقل من تسعة أشهر هناك انتخابات ونحن شركاء كما أسلفت في برلمان وحكومة أقليم كردستان والاتحاد الوطني الكردستاني لديه امتداد تاريخي لديه جغرافية سياسية لابد أن نعود ونجلس مع الديمقراطي ونتفاهم لدخولنا مشتركا إلى حكومة بغداد وبعدها الذهاب إلى انتخابات في أقليم كردستان والدخول أيضا مشتركا ضمن حكومة أقليم كردستان لا سبيل أمامنا إلا الذهاب إلى طاولة الحوار والجلوس والتفاهم كلما كان هناك إجماع أو التوافق بين الاتحاد والديمقراطي سيكون نقطة قوة في بغداد وينعكس إيجابا على شعب أقليم كردستان يعني للأسف الكرد من بيضة القبان في جميع تشكيلات الحكومات السابقة في العراق الآن أصبحنا يعني أي حقيقة أصبحنا أرخل أمام تشكيل بالذهاب إلى تشكيل حكومة لذلك على قيادة الديمقراطي أن يراجع أنفسهم والاتحاد لحد الآن يعول على التفاهم والتقارب وباب الاتحاد مفتوح للحوارات لا سبيل أمامنا إلا أن نتحاور ونجلس ونتفاهم على كل شيء شكرا لك عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غازي كأكائي على هذه المداخلة ترجمة نانسي قنقر